بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة نشرح حرف جديد للصف الاول الابتدائي وقبل ما نشرح كما تعودنا لواجع الحروف السابقة خدنا حرف الالف ثم حرف الميم ثم الباء ثم الفاء ثم النون ثم اللام ثم الحاء ثم الراء ممتاز ثم الداء أحسنتي ثم السيد ممتاز ثم الجيد ممتاز ثم الزي أحسنتي ثم الداز ممتاز ثم القاف ممتاز ثم الطاء اخر حرف اخذنا حرف الطاء ولما نحب نراجع للتلميذ عشان يقرأ كلمة او يكون كلمات او ازاي يعرف ان الحرف دساكن وازاي يقطع كلمة خلي بالك معايا اول حاجة ده حرف ايه قاف ممتاز قاف طب لما وضعت فوقه وفتحة قاف ممتاز افتح فمي واغول قاف اقول قاف طب الحرف التاني ده حرف ايه حرف ايه مين مين ممتاز لو وضعت فوقه وفتحة ماء ماء اجري الاتنان على بعض قاما احسنتي قاما طيب خطوة تاني ده حرف ايه قامار ممتاز قامار احسنتي اجمع للتلميذ كلمات بالشكل ده عشان يحاول يجري معايا اجري هكذا نملأ ممتاز نملأ عايز اقطعها المقاطع ازاي اعرف فيها حرف ساكن وازاي معرفش فيها حرف ساكن اولا هنطق الكلمة نا نا الحرف ده ايه بفتح بوجي يطرع علي فتحة ولا ضمة ولا كاسر ولا سكون نا بفتح بوجي يبق عليه ايه ممتاز نا حرف النون علي فتحة يبقى نا زائد المين انطق معايا المين بس ثواني نام نام شفصة المين يا طرع انا مجول ما ولا مي ولا مو ولا مم نام سكون احسنتي يبقى حرف المين فوقه سكون ليه لان انا مش همجول نما ولا نمي ولا نمو انا مجول ايه مم الحرف ساكن مفيش حركة لما ضم بوجي ولما افتح بوجي ولما اكسر بوجي لتحت مجول نم نم يبقى الحرف ايه ساكن ممتاز نمل اخر حرف معايا نمل حرف اللام حرف ايه اللام وبكده التقطيع اللي على الصف الاول الابتدائي النون زائد الميم زائد اللام تقطيع الكلمة الى مقاطع والمقصود بالمقاطع ليس المقاطع الصوتية الا على الصف الثاني او الثالث انما هي المقاطع الحرف وممكن اختبر التلميذ باختبار اخر ادي له كلمة زي كلمة جا را ممكن ايجب له صورة الكلمة نفسها يكمل الحرف اللي ناغص زي حرف مثلا جا زا ر جازر جازر نضي بعض الحاجات اللي ممكن نراجع بها للتلميذ ان شاء الله النهاردة حرفنا حرف الشين حرف يا الشين اسمه يا شين اسمه شين حرف الشين يأتي مفتوحا مثل كلمة شمس شا شا شمس او شجرة شا شجرة او شمع شا شمع او مضموما مثل كلمة شو شعلة شو شعلة او مقصورا مثل كلمة شي شراء شي شراء او ساكين قصه الحرف شادي يعمل نجارا وكل يوم يذهب الى الحديقة ليكسر الشجر من الميت ويأخذ منه الخشبة ليصنع منه اثاثا كالشباك والشماعات قائلا ش 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 طو الрудعاء ساكنا اش صوت السين ساكنا اش 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 ممتاز حرف اسميه حرف ما اسميه شين اسميه شين مثل كلمة عشب حرف الشين يأتي في كلمة عشب عشش ويأتي في كلمة يش يشرب هل هذا هو الصوت الوحيد لحرف الشين لا سورة ايه شجر شا شجرة يا طرى تبدأ بحرف ايه شين ممتاز طب عايزة اضع فوقه حركة حركة فتحة انضم امكاسف انتق الكلمة شجرة شا شا شجر شجر اضع فوقه ايه فتحة ممتاز احسنتي نكتبه شا شجرة لان انا بنفتح فمي فاذا حرف الشين مفتوح طب تاني سورة سورة ايه شعلة شعلة ممتاز شعلة تبدأ بحرف ايه الشين احسنتي حرف الشين عايزة اشكله احط عليه ضم ولا فتحة ولا كاسرة انتق الكلمة ممتاز شو شو شعلة طيب اخر سورة معايا سورة ايه شرا 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 احسنتي طيب سورة الشرا ده يبدأ بحرف برضه شين طب يا طرى ايه الحركة بتاعته شو يبدأ بحرف ايه الكاسرة احسنتي ممتاز شي شراع يبدأ حرف الشين يأتي مفتوحا ويأتي مضموما ويأتي مكسورا ويأتي ساكنا نكتب مع بعض حرف الشين حرف الشين يتكتب بالشكل ده وهو منفصل ده شكل حرف الشين وهو منفصل وهو منفصل لا يكون شكله هكذا الا في اخر الكلمة وهو منفصل لازم يكون لي كاسة تحت السطر لكن رأس الحرف تكون على السطر وباقي الحرف يكون تحت السطر وهو منتصل يكون شكله هكذا لا ينزل على السطر ابدا نلون مع بعض حرف الشين شين 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 مشاط واحد ارسم اشياء بها صوت حرف شين ممكن ارسم ايه شجرة ممتاز احسنتي نرسم شجرة لان فيها حرف شجرة شين شين شجرة وممكن أرسم مية تاني شمس أحسنتي شمس ممتاز وممكن أرسم مية تاني شراء ممتاز أرسم شراء كلمة شجرة تبدأ بحرف الشين عشان كده رسمنا شجرة كلمة شمس تبدأ بحرف الشين عشان كده رسمنا شمس كلمة شراء تبدأ بحرف الشين عشان كده رسمنا شراء والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يحدد العلاقة بين شكل الحرف وصوته ويعبر بالرسم نشاط اتنين انطق وصل صوت حرف الشين. ده الصورة المناسبة له. اول شين معايا. شين فتح. ممتاز اسمها هي? شا. احسنتي افتح بوجي وانطق. شا. اسمها هي? شا. شا. طيب تاني شين? شو. ممتاز. فوقها ضمة. يبقى ضم بوجي. وجوه? شو. شو. والشين ديه? شي. شي احسنتي تحتها كسرة. اكسر بوجي الفم التحت وهقول اكسر فم التحت وهقول شي. اسمها هي? شي. 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 واخر شين معايا. شي سكون. شي ايه? شي سكون. طب الشين السكون تتنطق ازاي? اش. تتنطق ازاي? اش. 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 يبقى صوت الشين. صوت الشين. ساكنا اش. طيب اول شي معايا. عليها فتحة. انا الصورة اللي تبدأ بشا. ينفع شا شو لا? ينفع شا عشب. ينفع شا شم. ايوه. ممتاز. نوصل شا بصورة الشم. طب تاني شين معايا فوقها ضمة. ينفع شو سمكة? لا. طب دي ازاي بحرف سي? طب شو. شو لا? ايوه. ممتاز. نوصل الشروب الشعلة. تالت شين معايا اللي تحتها كاسر اسمه اياه? شي. ممتاز. شي. اوصلها بايه? عشب ولا شي? شراع. شراع. ممتاز. نوصلها بشراع. طيب. الشين الاخيرة اش. عايز كلمة تكون فيها اش. زي اشب. نوصل للسين السكنة بايه? عشب. والهنف من هذا النشاط وعي صوتي. يميز التلميذ الحركات القصيرة. اكتب المعلم على الصبورة ثلاث كلمات شمس وعشب وقش. حرف الشين. في اول الكلمة شكله متصل. زي كلمة شمس. حرف الشين في وسط الكلمة مثل كلمة عشب. متصل ايضا. اما في اخر الكلمة شكله وهو منفصل. بشكل الشين وهو منفصل مثل كلمة كش. اما وهو متصل مثل كلمة شمس وكلمة عشب. ونكتب حرف الشين بهذا الشكل الصحيح. على يكتب التلميذ حرف الشين بشكله الصحيح على السطر اذا كان متصلا اما اذا كان منفصلا فيكتبه بهذا الشكل. نشاط تلاتة. استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الشين. اول صورة صورتها. شم. ممتاز. طب حرف الشين يا طرف اول الكلمة ولا فنصة ولا فاخرها انتج الكلمة شمس. شمس. اه حرف الشين فيان. فاول الكلمة ولا فنصة ولا فاخرها. اول كلمة. ممتاز احسنتي. نرسم دائرة. اول الكلمة. تاني صورة معايا صورة. رش. ممتاز. عوش ب. عوش ب. طب حرف الشين فيان. اول صوت عو. طب تاني صوت عوش. تالت صوت ب. عوش ب. يبقى حرف الشين فيان. فنص الكلمة. ممتاز. نرسم دائرة اخر الكلمة. تالت صورة معايا صورة. عوش. صورتها. عوش. فين حرف الشين. اولها عو واخرها ش. يبقى حرف الشين فيان. اخر الكلمة. ممتاز. عوش. نرسم دائرة اخر الكلمة. والهدف من هذا النشاط. وعي صوتي. يحلل لاصوات اول ووسط واخر الكلمات المنطوقة. قصة الحرف. شادي نجار ماهر. يصنع من خشب الاشجار اجمل الافاث. يذهب كل يوم الى ورشته. ويستعمل المنشارة والشاكوش في صناعته. اول كلمة. نرى فيها حرف الشين متصلا. كلمة شادي. ملونة باللون الاحمر. شادي. حرف الشين ايه. شكل هو متصل. وفي كلمة خشب. خاشب في نص الكأف. في وسط الكلمة. ايضا شكله متصل. وكلمة الاشجار. في وسط الكلمة. ايضا شكله متصل. وفي كلمة ورشته. في وسط الكلمة. شكله. شكل حرف الشين. متصل. وفي المنشار. ايضا شكله. متصل. والشاكوش. وسط الكلمة ايضا. حرف الشين. شكله متصل في كل الكلمات التي قرأناها. في كلمة الشاكوش حرف الشين اخرها منفصل شكله وهو ايه? منفصل في اخر الكلمة. با استمع ثم نرسم دائرة حول حرف شين فيما يلي? اول كلمة شاااااااااااااااااااا اي فينى حرف الشين? اول كلمة. ممتاز نرسم دائرة اول كلمة. تاني كلمة أخ شاب أين حرف الشين وسط الكلمة ممتاز نرسم دائرة وسط الكلمة أخ شاب تلت كلمة معي أشجار وسط الكلمة ممتاز أشجار لأن قبلها كلمة فهي كن وسط الكلمة طيب كلمة ورشها فيين حرف الشين وسط الكلمة ممتاز أيضا يرسم عليه دائرة كلمة من شعر من شا calls حرف الشين ممتاز وسط الكلمة ايضا نرسم عليه دائرة كلمة شاكوش فيها حرف شين واحد ممتاز فين وفيين اول كلمة واخرها ممتاز شا نرسم دائرة على شين في اول كلمة ودائرة على شين وسط الكلمة والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يحدد شكل الحرف في مجموعة من من الكلمات نشاط اربعة اكتب حرف شين حرف الشين شكله منفصل وفوقه فتحة اسمه شا شكله متصل وفوقه فتحة اسمه ايضا شا وفوقه ضم شو وفوقه ضم متصل شو لا يختلف حرف الشين سواء كان متصل او منفصل ولكن شكله اذا كان فوقه فتحة شا شو شي شي اش شا شو شي اش الهدف من هذا النشاط يكتب حرفا عربية تتبع وتقليد بصورة مستقلة يكتب التلميذ مراعيا شكل الحرف وهو منفصل وهو متصل ايضا نشاط خمسة انظر الى الصورة واكتب حرف شين مع البط بالشكل اول صورة صورة ايه شجرة ممتاز طب يطار صوت الشين في كلمة شجرة عليها ايه فتحة احسنتي ممتاز شا شجرة شا نكتب شين وفطا فتحة تاني صورة صورة شعلة صورة ايه شعلة طب اعزي ننتج الكلمة عشان نعرف حرف الشين على ايه شو شعلة ممتاز نكتب شين وفطا بامة طيب تانت صورة معايا صورة شيراء هننتج الكلمة كويس عشان نعرف عليها الحركة الحرف ايه شيراء 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 حركة الحرف ايه كسرة احسنتي نضع تحته كسرة اخر صورة عشب عشسكون ممتاز احسنتي نضع حرف الشين وفطا وسكون والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابه يميز اصوات الحروف في الكلمات المنطوقة نشاط ستة رتب الحروف لتكون كلمة اول حروف معايا حرف ايه مين ويا كمان ممتاز ويا عايزين نجمع كلمة منهم نعمل ايه اول حاجة هجرب حرف المين ينفع ماشاس مفيش حاسمها ماشاس طب نجيب المين وبعدها السين مسش مفيش حاسمها مسش طب نجرب الشين الاول شمس في حاسمها شمس ممتاز يبا هي كلمة شمس هنعمل ايه تبدأ بحرف ايه الشمس شش حرف الشين ممتاز نكتب حرف الشين في الاول طيب تاني حرف معايا انطق الكلمة شم شم حرف ايه تاني ده مين احسنتي نكتب حرف المين شم اخر حرف شمس حرف ايه سين ممتاز شمس كده احنا قطعنا كلمة شمس ونكتبها مرة واحدة مع نطقها بسرعة شمس شمس تاني حرف ايه مين ممتاز والتاني عين عين احسنتي وتالت حرف شين شين طبعا التلمزي ماخدش حرف العين وممكن يصوب عليه كتابة الكلمة من هذه الحرف فممكن نساعده ونقدم له صورة ايه شمع ممتاز طب كلمة شمع تبدأ بحرف ايه الشين احسنتي حرف الشين نضع في اول مقطع ش ش شم تاني طب كلمة شمع تاني حرف فيها ايه انطق الكلمة كده شم حرف ايه ده مين ممتاز نكتب حرف المين شم طب اخر حرف شمع حرف ايه عين ممتاز شمع نكتب حرف العين ونكتب الكلمة مدمجة شمع اسمها ايه شمع والهدف من هذا نشاط وعي صوتي يميز اصوات الحروف في اول ووسط واخر الكلمة دمج ويدمج اصوات الحروف ليكون كلمة ايه نشاط سبعة اقرأ واختر الصورة المناسبة عايزين نجرى الكلمة الاولى مع بعض ش ش ش شم شمع اول كلمة ايه شمع ممتاز فين صورة الشم اهي احسنتي نوصلها بصورة الشم طب عايزين نجرى تاني كلمة نجريها كده شم سن ممتاز احسنتي شم سن فين صورة الشمس اهي وصلها بصرعة شمس طب تالت كلمة روش احسنتي عوش فين بصورة العوش اهي ممتاز وصل وصل تالت اربع كلمة شيراء احسنتي شيراء شيراء فين صورة الشراء اهي وصليها جنبيها بكده ان شاء الله نكون خلصنا الدرس ان عاجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان كل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته